اشتركوا في القناة الانبياء والرسل يعتبرون القدوة الحسنة للناس في السلوك والأخلاق الحميدة وفي الاجتهاد في مجال العبادة لله تعالى الإيمان بالانبياء يقتضي عدم التفريق بينهم فهم جميعا رسالتهم واحدة وإلههم واحد يجب علينا الإيمان بأن رسالات الأنبياء والرسل حق من الله تعالى فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم خمس وعشرون نبيا هم آدم أبو البشر وأول الأنبياء وإدريس ونوح وهود وصالح ولوط وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وشعيب وأيوب وذو الكفل ويونس وموسى وهارون وإلياس واليسع وداود وسليمان وزكارية ويحيا وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام هناك خمسة من الأنبياء اسمهم أولو العزم وهم مجموعة من الرسل ويعتبرون أكثر الأنبياء والرسل تعرضا للأذى من قومهم وأوسعهم صبرا على ذلك الأذى أسماء أولو العزم من الرسل هي نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم أيض الله تعالى الأنبياء والرسل بالأدلة والبراهين التي تؤكد صدق رسالتهم وأنهم بالفعل مبعوثون من عند الله وليسوا مدعين أو كذبة من الأدلة التي أيد الله بها الأنبياء والرسل المعجزات وهي أمور خارقة للعادة يجريها الله على يد الرسول أو النبي الأنبياء والرسل جميعا عليهم السلام أفضل من جميع البشر لأن الله اصطفاهم اختارهم وجعلهم مبعوثين برسالات الله وبالتالي ينبغي أن يكونوا أعلى الناس منزلة ومكانة لا يمكن للعبد بالاجتهاد في الطاعة والإكثار من الطاعة أن يصبح نبيا أو رسولا والأنبياء والرسل لم ينالوا هذه المرتبة باجتهادهم وإنما حصلوا عليها بفضل الله عليهم فهي اختيار من الله الأنبياء والرسل أصحاب رسالة عظيمة يتصفون بالحلم والصبر ويتحملون في سبيل دعوتهم كل أصناف الأذى والاضطهاد دون أن تضعف عزائمهم أو يتطرق اليأس إلى نفوسهم كل الأنبياء والرسل دعوا إلى الإسلام بمعناه العام وهو الطاعة والانقياد والاستسلام لله تعالى بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه لكن كان لكل واحد منهم شريعة خاصة به لذلك يصح أن نقول أن دين الأنبياء والرسل جميعاً هو الإسلام من حكمة الله وجود توافق بين معجزات الأنبياء وبين ما كان يحسنه أقوامهم فقوم عيسى عليه السلام كانوا أهل طب فكانت معجزته في شفاء المجذوم والأبرص وإحياء الموتى وقوم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أهل فصاحة فكانت معجزته القرآن الذي أعجزهم أن يأتوا بمثله لا تقودنا محبة الأنبياء والرسل إلى الغلو فيهم كما فعل النصارى مع المسيح ابن مريم عليه السلام حيث ادعوا أنه ابن الله تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً